هلأ أنت توجهت للفار إيست في 1977 وبديت تتعلم الفنون القتالية وهلأ حضرتك متمرس فيها كلها نبدأ بتجربة أنك تكون أول عربي بيتوجه ليتعلم هاي الفنون وهلأ بعد يعني بال2022 مرأ فترة كبيرة وإنت ما زلت تتطور بهاي الفنون شو بتفيد صحتنا بشكل عام هي مثلا؟ رياضة كتير مفيدة أنا بديت بال77 طلعت على جنوب شرق آسيا طبعا بدون أهلية يعرفوا هربت وحبت أني أتعلم الرياضة والله أكرمني أني دخلت بأحسن مدارس بجنوب شرق آسيا أول مدرسة دخلتها كانت تشينوو أثلاثيك أسوسياشن بهونغ كونغ اللي هي عمل عنها فيلم بروسلي وجاك تشان فيستو فيوري بديت أتعلم من هناك وبتصار أعلمونها سليب علمتني شغلات كتير حسنت بطاقتي حسنت بالطريق التفكيري خلتني أنتج أكتر بالجامعة خلتني أعرف كيف يكون عندي ثقة بنفسي طبعا الحياة بالجنوب شرق آسيا وخاصة بالسبعينات أو الأولى الثمانينات ما زي عندنا هون يعني ما كان في يمان يعني اللي كنا نطلع أمرار بالشارع كنا نفكر أنه مش رح نرجع ع بيتنا فخلت عندي صار ثقة حسنت لي طاقتي بطريقة يعني من الأشياء التي ركزت عليها وحبيتها كتير اللي هي تشي كونغ لأنه هم بدوا يضربونا بتشي كونغ تشي كونغ يعني هي تأمل مع الحركة يعني كبداية اللي بدوا يتدرب لازم يبدأ بتشي كونغ أساسي بدأ يولد أو يطلع الطاقة اللي موجودة فيه الطاقة الكهروماناتصية الساكنة اللي بالجسم اللي هي موجودة بالمعدة فبيبدأ بتشي كونغ يولدها بعدها بيبدأ يحركها أطراف جسمه مثل الرأس اليدين أو المناطق اللي مفروض تكون زي العوامل في جسمه بعدها لما يتطور ويطلع من تشي كونغ بيطلع الطايتشي فبيصير يحركها من جسمه عشان يحوط الهالة تبعته ويصير يوصل مع أوامل الطبيعة مع الكون يصير يطلع لبرها فهي تشي كونغ مدتاشن ان ستيل ان ستيلنس يعني الثابت الطايتشي مدتاشن الموشن مع الحركة اللي أنا بشوفهم بيعملوا هيك شو بيكونوا يسولوا لما احنا هلا بهاي بيصير يتحمل مع اللي بيسموهم الخمس عوامل يعني هائما مع الخمس أجداد أو الخمس عوامل فبيصير يوصل مع عوامل الطبيعة الخمس عوامل اللي هم شو الماء والنار وهدول بيبدأ من الأثير الأساس الأثير والهوى بس الأثير والهوى ما بيقدر يطلع له الطالب إلا بعد عشرين سنة تدريب بيبدأ من النار الماء الأرض الحديد والخشب تمام محمد انت كيف لقيت هاي العلوم الطاقية يعني عكسة على حياتك كطالب انت طالب بعم تدرس رياضة رياضة نعم وصارلك خمس سنين مع دكتور عبد الناصر أول إشي لغت إشي اسمه سترس من حياتي كامل وغيرت طريق التفكيري من سلبي تشاؤمي إلى إيجابي صرت أطلع للأمور بحماس بنشر الإيجابية حتى اللي حولي صاروا حسوا إيجابية من حولي حسنا شفتك والله داخل هيك بابتسامة تشعوثي خطا بالنفسي طيب رح تعملوا لنا عارض ونشوف الأرنيس هلأ عبين ما تحضر الأجهزة أنت ودكتور عبد الناصر رح تعملوا العرض بالأرنيس هو رح يعمل شوية تشي كونغ شوية تشي بعدين شوية أرنيس بعدين أنا بدخل معه عشان شوى هركتين تلاقي أرنيس شو رأيك تفرجينا ما في أي مشكلة نبدأ بالأرنيس أول إشي لا أبدأ تشي كونغ ونخلي الأرنيس للآخر حسنا هو رح يلعب رح يلعب جزء من الفوم اسمه 8 حركات الكويسة اسمه باتواتسين هذا من أقدم الفومات اللي موجودة بالعالم ناس بقوله 8000 سنة عمره وناس بقوله أكتر بتعامل مع 7 عوامل بالجسم بوصلهم مع الجسم بصيروا 8 بوصلهم بعديها مع الكون مع الشمس مع الأمر وبصير توصع على أكتر ففيها تأمل شمسي تأمل قمري وتأمل مع الطبيعة هذا اللي الفوم اللي عم بعمله فلا هو عم بيبدأ هون عم بحي الشمس قبلها أعمل جمع الطاقة هون الدبل دراجون هون برفع النهر بصير تأمل مع الضي مع العوامل واحدة طبعا كل حركة في هذا الفوم بتعالج أو بتوصل معامل من عوامل الجسم بلونه يعني بطلع إذا كان أنا عندي وجع راس بتتعامل مع الأثير فبصير أحسن من وجع الراس بقيم وجع الراس إذا عندي مشكلة بالتنافس بتتعامل مع الهواء وهكذا أحياني طبعا لازم يكون الواحد حاطة النية ليش عم بيعمل هذا التمرين يعني مثلا أنا عندي وجع راس عندي سرطان عندي سترس يعني أنا بكون عارف شمالي وبستخدم هاي الحركات آه أوكي يعني بيقدر البني آدم كعلاجة إذا بديش تعمله أنه هي رياضة علاجية أنا مثلا عندي مشكلة بالقلب فبصير ألعب الفوم واركز على اللون الأحمر اللي هي على ملطقة النار اللي فيها القلب وبصير أخذ نفس بطريقة معينة بوضع معين طبعا اللسان بتحرك الطريقة المعدة بتتحرك الطريقة العضراء بتحرك طريقة فبصير أحسن من وضع القلب هلأ الحركات اللي عم بيعملهم محمد هي من التاي تشي ولا من تشي كونج هاي تشي كونج تشي كونج قدي بدلوقت وقت الواحد يتدرب عليها الفوم إذا بيشد حاله الطالب ممكن يتعلم الفوم خلال مئة يوم مئة يوم مئة يوم عبده وقت وبيبدأ يحس بالنتيجة خلال مئة يوم هلأ عشان يحس بالتشي ممكن تاخد لايف تايم بس إذا بيشد على حاله خلال مئة يوم بيبدأ يحس في الطاقة عن طريق المنطقة اللي موجودة فيها الطاقة اللي هي ورا الصرة حلو هذا بيتمت على الأستاذ إذا حرك قبل لأن الأستاذ إذا ما حرك الطاقة الطالب ما بيحرك الطاقة هاي كلها فيها اوكي فهذا تشي كونج هلأ شو عم بيعمل محمد اوكي هلأ هون جزء طبعا من الفرم مش الفرم كامل هلأ رحيحول على الطايتشي على جزء من الفرم البيسيك اسمه أو الخمس أجداد أو الخمس عوامل من نظام اسمه طبعا الوو ما بتعلم بالوشو الوو بتعلم بالمعابد أنا تعلمته بمعابد الطايتشي طب هدا شو بينعكس على صحة الناس بحس ان المتافيزكس كامل بالجسم بحس ان تشي بيقويها تشي اللي هي طاقة الانسان اوه بزيد من طاقة الانسان بيقوي بزيد من صحته من قوته بيعطيه ثقة بالنفس بعدين الوو عدا على انه بيمين صوفت وبهاي الطريقة بس هو من اقوى انواع القتال يعتبر الدكتوراه تابعة الكونفو بس ليش عم منسميه قتال يعني هو حسيفته زي علاجي وتوازن للطاقة يعمل نسميه قتال احنا نسميه قتال لانه اي اشي انت بتعمليه على اساس تبعدي عن حالك بيصير قتال يعني انا بدي ابعد عن حال بيصير من عين انا بدي ابعد عن حال بيصير الموجودة بالمنطقة انا بدي احسن من بيصير من بيصير بيصير العب تشيك عشان هيك بيقولوا انه هو كمان مثلا اذا انت بتستخدم شاشات كتير وبيزيد الضغط النفسي ممكن الشخص يستخدم هاي التمارين لحتى يزيح عنه الطاقة السيئة اللي بتيجي من اجهزة الكمبيوتر بيضر يزيح استرس كامل والسترس كيف يعني انا جيت يعني هلأ اللي عم بيعمله محمد ممكن شخص يستخدمه نفسه لا يريح حاله من الاسترس بـ 1992 لما جيت هون طلب مني الدكتور زهير الكايد كان مدير المعهد الادارة العامة بعمان والدكتور عبدالله عليان كان مدير الخدمة المدنية بعمان طلبوا مني اقدم مادة اسمها سرس منجمين فدخلت سرس منجمين في 1992 على المملكة تحت طبعا طلب من فوق واخدت الكيس السادي وخرجنا فيها الافواج اللي تخرجت من الدرجة التانية للأولى بالحكومة والثالثة للتانية خرجناه بقصر الثقافة فورجنتهم انه كيف الطايشي والشيكون طبعا كانوا كلهاتهم ناس كبار بالحكومة انه كيف اثرت عليهم بطريقة انه غيرت لهم حياتهم قامت من السلس وخالتهم ينتجوا اكتر وبدون ادوية يعني هلأ اللي احنا عم ندور عليه لانه الدواء مرات يكون لهم اضرار فانا لما اشتغل بالطاقة اللي هي موجودة بجسمي وبالكون انا هون عم بفعلها بطريقة صحية اكيد مضبوط اكيد طب كيف بيقدروا اللي عم بحضروني يعرفوا اكتر عن اللي بتعمل الدكتور عبد الناصر يعني يحكم اي انا حاليا عندي برايفت ستوديو بالبيتي ومخططين ان شاء الله انه خلال اسبوعين زمن نفتح زي ستوديو بابلك على اساس نوصل الرسالة للناس بالزبط وطبعا في رقم تليفوني وفي صفحة على الفيس فو انا انا ارنيس جوردن ارنيس جوردن ويوتيوب ارنيس جوردن ارنيس جوردن ارنيس جوردن ارنيس جوردن فيس بوك وانستجرام ويقدروا يتواصلوا معك ويعرفوا اكتر شكرا لوجودك معنا دكتور عبد الناصر جرار شكرا لك يا محمد أبدعيت وان شاء الله بكتنا لنقاءات قادمة نستفيد اكتر ونقدر اندل للناس الدي ممكن يستفيدوا من هذه الطاقة بحياتهم شكرا